اشتركوا في القناة على أنواع أجزاء الفم وأخذنا الأمثلة عليها اليوم نتابع موضوع ملحقات الرأس سنتحدث هذا الأسبوع عن نوع أحد ملحقات الرأس وهو اللوامس أو القرون الاستشعارة نسميها أنتمة قبل هذا نتعرف على أنواع الرؤوس بالنسبة للحشرات استنادا إلى اتجاه أجزاء الفم كتتم للمحاضرة السابقة أنواع رؤوس الحشرات استنادا إلى اتجاه أجزاء الفم يعني رح نأخذ أنواع رؤوس عندنا ثلاثة أنواع إذن هذه رح نتحدث عنه الآن رح نتحدث عن أنواع الرؤوس في الحشرات استنادا إلى اتجاه أجزاء الفم استنادا إلى الوريينتيشن النوع الأول رح نتحدث عنه اللي هو البروغناتس هيد بروغناتس هيد يعني رأس نسمي رأس هذا النوع من أنواع الحشرات لاحظ أجزاء الفم متجهة إلى الأمام باتجاه الرأس إذن تسمى هذا النوع من أنواع الرؤوس في الحشرات تسمى بروغناتس مجموعة كبيرة من رؤوس الحشرات تمتاز بهذا النوع بأنها تكون من نوع البروغناتس منطيكم مثال واحد فقط اللي هو الخنافس الأرضية هذا مثال على البروغناتس هيد النوع الثاني من أنواع الرؤوس اللي هو الهايبوغناتس هيد يعني رأس ذو أجزاء فم أسفل سفلية ذو أجزاء فم سفلية يعني اتجاه أجزاء الفم متجهة إلى الأسفل يعني أجزاء الفم مثل ما تشاهدون بهذا الرسم هذا الرأس وهذا اتجاه أجزاء الفم تكون إلى الأسفل مثال منطيكم مثال على هذا النوع من أنواع الرؤوس اللي هو الجرادة فعلاً الغراس هبر واللوكست اللي هي الجرادة أجزاء فمها أو نوع الرأس بالنسبة لاتجاه أجزاء الفم من نوع الهايبوغناثاس هيد النوع الثالث والأخير من أنواع الرؤوس بالنسبة لاتجاه أجزاء الفم نسميها أوبستوغناثاس يعني رأس ذو أجزاء فم خلفية يعني Mouth Parts Projecting Obligally or Posterior يعني متجهة إلى الخلف لاحظوا هذا الرسمة هذا النموذج أجزاء فم تكون متجهة إلى الخلف خلف يعني من الجهة البطنية وبين الأرجل ومتجهة إلى الخلف خلف الحشرة هذا النوع نسميه أوبستوغناثاس أوبستوغناثاس هيد يعني رأس ذو أجزاء فم خلفية مثال عليه البقس اللي هو مجموعة الحشرات التي تمتلك مثل ما قلنا تمتلك أجزاء فم ثاقبة مصة سميناها بيرسنغ ساكينغ سميناها بيرسنغ ساكينغ ثاقبة مصة ومتجهة تكون إلى الخلف هذا بالنسبة لأنواع الرؤوس بالنسبة لاتجاه أجزاء فم بالنسبة للحشرات نجي إلى الملحق الأخير من ملحقات الرأس اللي هي الأنتنة الأنتنة اللي هي القرون الاستشعار نسميها اللوامس أو قرون الاستشعار قرون استشعار تسمية أفضل طبعاً اللوامس المفردة مالتها أنتنة بدون الإي والجمع مالتها أنتني الجمع يعني جمع قرون الاستشعار The antenna are a pair of sense organs إذن هي عبارة عن sense organs يعني أعضاء حسية خاصة located near the front of the insect's head capsule يعني موقعها ضمن منطقة الفرونت منطقة الجبهة اللي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي الأنتنة are not much more than just testable receptors يعني مو فقط وظيفتها شمينة They are usually covered with all factor receptors يعني تكون أساساً مغطات هذه القرون الاستشعار تكون مغطات بمستقبلات شمية خاصة مهمتها detect مهمتها detect odor molecules in the air يعني مهمتها تستشعر الروائح العطرية الموجودة في جزيئات المواد العطرية الموجودة في الهواء إذن sense of smell يعني الشعور بالرائحة أو الإحساس بالرائحة هذه وظيفة من وظائف اللوامس إذن وظيفة اللي هي عبارة نقدر نسميها testal receptors يعني contain cover with testal receptors or cover with olfactory receptors نفس الشيء أو نقدر نسميها detect odor molecules in the air هاي وظيفة الأولى الوظيفة الثانية ممكن أن تستخدمها كhumidity sensor humidity sensor يعني شنو humidity sensor يعني متحسسات للرطوبة so detect to the changes in the concentration of water vapor يعني تستشعر التغيرات اللي تصير في جزيئات تركيز الرطوبة الموجودة في الهواء هذه أيضا وظيفة ثانية من وظائف اللوامس إذن عدنا وظيفة اللي هي وظيفة sense of smell أو نسميها detect the odor molecules in the air هاي وظيفة humidity sensor or detect changes in the concentration of water vapor in the air هاي وظيفتين الوظيفة الثالثة ممكن أن تكون sound detect sound يعني تتحسس الصوت عدنا حشرات محددة مثلا الموسكيتوز البعوض الوظيفة اللوامس بها detect sound يعني تتحسس الصوت واضح؟ هذه وظيفة ثالثة من وظائف اللوامس أيضا عندنا وظيفة أخرى ممكن أن تضعف اللي هي measure the air speed يعني تقيس سرعة الرياح هذه مهمة جدا في كثير من الفلايز اللي هي الذبابيات اللامسة تعمل كسوي measure to air speed تقيس سرعة الرياح حتى الحشرة تستطيع الطيران خلال هذا الجو أو لا تستطيع إذا كانت سرعة الرياح كبيرة فنلاحظ الحشرة تتوقف عن الطيران وتستقر على الأشجار مثلا هذه الوظيفة تقوم بها اللوامس بأنها تسوي measure the air speed يعني تقيس سرعة الرياح عدنا إذن صار أربعة وظائف محتملة للوامس أو لقرون استشعار detect other molecules in the air هاي واحدة اثنين detect the changes in concentration of water baboo اثنين detect sound ممكن أن تكون مثل الموسكيتو ممكن أن نسوي measure to air speed هذه الصفات أو هذه الوظائف الأربعة المحتملة للوامس مكونات اللوامس مكونات اللامسة في الحشرات مما تتكون الحشر اللوامس تتكون أساسا من ثلاثة مناطق رئيسة الاسكيب البيديسل والإفلاع جلة الاسكيب نقصد بها القاعدة اللي هي الحلقة الأولى المتصلة مع الرأس اللي هي هذه هذه اللي هي basal segment that articulate with the head capsule يعني الحلقة الأولى أو القطعة الأولى من اللامسة المتمفصلة مع صندوق الرأس هذه نسميها escape في كل الحشرات في كل لوامس الحشرات الاسكيب عبارة عن قطعة واحدة القطعة الثانية اللي نسميها البيديسل السويق أو الحامل هي اللي يتمثلي second internal segment اللي هي هذه بيديسل طبعا أيضا في مؤظم أو في كل لوامس الحشرات أيضا هي عبارة عن قطعة واحدة المنطقة الثالثة بالنسبة لمناطق اللامسة اللي هي flagelum flagelum أو الصوت هذا هو flagelum هي عبارة عن مجموعة من القطع flagelum عبارة عن all remaining segments individually called flagelomer يعني تسمى مفردة تسمى بال flagelomer كل واحدة من عندها flagelomer طبعا اللوامس في الحشرات متنوعة الأشكال رح ندرسها لاحقا التنوع هذا يأتي من خلال تنوع شكل الفلاج اللام عدد القطع شكل هذه القطع نسميناه flagelomer هو الذي يؤدي إلى تغيير نوع اللامس أو تغيير نوع القرون الاستشعار إذن رح نتحدث عن أنواع قرون الاستشعار في الحشرات type of antenna إذن بشكل سريع تتكون من escape تديسل و flagelum والاختلافات في لوامس الحشرات أو قرون الاستشعار الحشرات هو في منطقة flagelum مثل ما رح نشاهد نجي إلى types of antenna أو types of antenna يعني أنواع اللوامس في الحشرات النوع الأول نسميه arrestate antenna arrestate antenna نسميها اللامسة السفائية اللامسة السفائية أو اللامسة الهدبية ليش تتكون من pouch like with lateral bristles pouch like يعني jib أو حلقة عبارة عن foss jib pouch اللي هو هذا زائد lateral bristles هنا اللامسة الوحيدة اللي تكون بيها لفلاج اللم عبارة عن قطعة واحدة اللي هي هذا النوع اللي هي arrestate antenna طبعا رح ناخد رح ناخد نوع اللامسة ورح نتعرف على المثال مهم جدا احفظوا لي نوع اللامسة ومثالها نوع اللامسة ومثالها مهمة جدا النوع الأول arrestate قلنا عبارة عن pouch like with lateral bristles هذا الشكل اللامسة pouch like زائدا bristles lateral bristles هذا اللاترال يعني شعرة جانبية نسميها أو شويكة جانبية مثال عليها house fly الضباب المنزلية غالبية طبعا غالبية الضباب كل اللي نسميه flies عبارة عن تمتلك هذا النوع غالبيته تمتلك هذا النوع من أنواع اللامس اللي هي نسميها arrestate antenna هذا النوع الأول النوع الثاني نسميه capitate antenna اللامسة الرأسية capitate antenna capitate antenna اللامسة الرأسية شنو نوع الفلاجلون بها are appropriately clapped at the end يعني القطع الفلاجلون النهائية تكون متضخمة بشكل فجائي مثل ما دعش تشاهدون بهذا الرسمة قطع الفلاجلون النهائي الفلاجلومير الثلاثة الأخيرة أو أكثر من ثلاثة تكون تتضخم بشكل مفاجئ لذلك تسمى capitate antenna اللامسة الرأسية المثال على هذا النوع من أنواع اللوامس اللي هي الكاريون بيتلز نسميه الخنافس الجثث كاريون بيتلز تذكرون في المحاضرة الأولى قلت لكم بأن هناك فرع من فروع علم الحشرات نسميه علم الحشرات الجنائي اللي هو forensic entomology هذا يعنى بدراسة مجموعة الحشرات اللي يصيب الجثث من ضمن هذا النوع من أنواع الحشرات اللي هي الكاريون بيتلز خنافس الجثث اللي هي طبعا أي نوع أي 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 مجموعة تقع تحت ضمن البيتلز هي 100% راح تعود إلى الكوليوبترا غمدية الأجنحة رتبة غمدية الأجنحة إذن بالغاتها الأدات كاريون بيتلز تمتلك هذا النوع من أنواع اللوامس اللي هي الأكابيتيت شنو مميزاتها مميزاتها بأن قطع الفلاجل الثلاثة الأخيرة تكون متضخمة بشكل مفاجئ واضح؟ النوع الثالث اللامسة الصولجانية هنا عبارة عن قطع الفلاجل النهائية تتضخم بشكل تدريجي فبحيث تصبح بشكل الهراوة واضح؟ إذن الأنتنة أو الفلاجلومير الأخيرة are gradually clubbed at the end يعني تتوسع أو تضخم بشكل تدريجي ممثل قبل هالكابيتيت بشكل مفاجئ لا بشكل تدريجي هذا النوع من أنواع اللوامس موجود فيه البترفلايز البترفلايز يعني الفراشات نعرف بأن البترفلايز الفراشات والمف طبعا المف يقود إلى الليبيدوكترا بس هذا النوع موجود فقط بالبترفلايز بالمف أكو غير شي النوع آخر من أنواع اللوامس فيليفورم أنتنة يعني اللامسة الخيطية نسميها اللامسة الخيطية طبعا من اسمها اللاحظ قطع الفلاجلومير قطع الفلاجلومير ما نسميناها الفلاجلومير كلها بنفس الحجم وبنفس الشكل بحيث يظهر اللامسة بشكل الخيط لذلك تسمى بال هاذ أثريد لايك شي واضح نوصفها يعني بأنها أنتنة هاذ أثريد لايك شي يعني بشكل الخيط المثال عليها الخنافس الأرضية سأخذنا مثال على الزاء ثمها أو نوع الرأس فيها من نوع البروغناطس اللي هي الخنافس الأرضية أو نوع آخر من الخنافس أيضا يمتلك هذا النوع اللي هو longhorn beetles نسميها الخنافس ذات القرون الطويلة يقصدون بالقرون يعني لوامس longhorn beetles والثنين بما أن قلت لكم beetles إذن هي عبارة عن order colioptera order colioptera غمدية الأجنح نوع آخر من أنواع اللوامس geniculate antenna geniculate اللامسة المرفقية geniculate لحظوها يشبه المرفق مرفق بها زاوية محصورة مرفق ما بين escape والpedicel ما بين flagellum بشكل قائم يكون لذلك بما أنها تمتلك هذا الشكل تسمى geniculate المرفقية المثال عليها طبعا عبارة عن antenna or hunt or paint like an elbow يعني بشكل المرفق تكون المثال عليها مثل ما موجود بالbees مثل ما موجود بالants order high minoptera دائما من نذكر الbees نذكر ant نضيف وياها الwasps الزنابير order هي مبترة واضح؟ ممكن أن نشاهدها بهذا الشكل طبعا موجودة بالbees وبالant أكثر شي ضمن هذه الأنواع أيضا لدينا أنواع أخرى من اللوامس lamellate antenna يعني اللامس الصفائحية لين قطع الفلاجلة النهائية بشكل plates على شكل على شكل plates إما تكون مندمجة مع بعضها البعض أو تكون مفتوحة ممكن أن تكون مفتوحة ممكن أن تكون مغلقة مثل هذا الشكل إذن هذا الاسكيب هذا البتسل هذه قطع الفلاجلة وقطع الفلاجلة النهائية اللي هي هاي بشكل nested plate لذلك تسمى باللامسة صفائحية طبعا موجودة بالscar beetles scarab beetles سوري scarab beetles أو عائلة نسميها عائلة السكارابيدي نوع من أنواع الخنافس نسميها سكارابيدي العائلة نسميها سكارابيدي أو scarab beetles اللي هي نسميها خنافس خنافس الروف أو خنافس الجعلية خنافس الجعلية أو خنافس الروف تمتلك هذا النوع من أنواع اللوامس نوع آخر من أنواع اللوامس أو قرون الاستشعار قلنا أفضل من اللوامس قرون الاستشعار اللي هي المونيلي فورم المونيلي فورم أنتنة القرون الاستشعار تكون بشكل قلادية بشكل القلادة يعني قطع قطع الفلايجيلم تكون بشكل حبات القلادة وحبات المسبحة واضح بد لايك شيب بشكل حبات المسبحة وحبات القلادة موجودة بالترمايتز هذا النوع ترمايتز اللي هي الأرض ترمايتز دائما قلت لكم تذكر الترمايتز تفكر الأوردر اللي هو آيزوبترا متساوية الأجنحة تيرمايتس آيزوبترا هذا النوع نوع آخر اللامسة المشطية اللامسة المشطية لاحظوا لكل حلقة من حلقات الفلاجل باتجاه واحد بحيث يظهر بمنظر المشط لذاك تسمى مشطية اللامسة المشطية واضح أو قرن الاستشعار المشطي إذن دائما داركز بالوصف نوصف الفلاجلام الاختلافات تصير عندنا في منطقة الفلاجلام هذا النوع من أنواع اللوامس القرون الاستشعار موجود بالفير فيرفلاي بيتلز خنافس المضيئة هذه الخنافس اللي تمتلك هذه النوع من أنواع الإضاءة الفيرفلاي بيتلز واضح؟ طبعا هذه ما موجودة بالبيئات مالتنا من رحنا للهند كنا في الهند اللاحب وقت الغسق تنزل أعداد كبيرة جدا من هذه الحشرات الخنافس تكون طائرة طبعا مجموعة من حشرات الأخرى أيضا مضيئة بس إحنا نتحدث عن الفيرفلاي بيتلز اللي تمتلك هذا النوع من أنواع اللوامس اللي الأول القرونس الشعار اللي هي البيكتينيت أنتنة عدنا أيضا باي بيكتينيت نوع آخر نسمي باي بيكتينيت أنتنة باي بيكتينيت يعني مشطية مضاعفة تعرفين يعني مشطية مضاعفة يعني البروجيكشن الموجود بالفلاجلومير من كل الجانبين بهذا الشكل لذلك تسمى مشطية مضاعفة باي بيكتينيت مشطية مضاعفة يعني تمتلك بالحافتين أكو تركيب يشبه المشط بالحافتين للامسة موجود في بعض أنواع العث مثل عائلة اللايمين تريادي اللايمين تريادي نوع من أنواع العث موجود هذا النوع من أنواع القرون الاستشعار اللي هو البيكتينيت مشطية مضاعفة نوع آخر من أنواع قرون الاستشعار اللي هي البلوموز أنتنة اللامسة الزغبية واضح؟ ليش تمتلك هاذ قطع الفلاجلهم هاذ تشبه الريش لحظوا تشبه الريشة اللامسة المثال عليها قلنا ما موجود في البعوض البعوض الموسكيتو يمتلك نوع من أنواع اللوامس نسميه بلوموز اللي هو هاذ يشبه الريشة البعوض قلنا من رتبة الدبترة ثنائية الأجنحة ليس سميناها ثنائية الأجنحة تمتلك زوج واحد من الأجنحة من الأجنحة الزوج الآخر محور إلى دبوس التوازن مثل ما راح ناخذ في موضوع الأجنحة نوع آخر من أنواع اللوامس سريت أنتنة سريت أنتنة نسميها اللامسة منشارية لحظوا لامسة منشارية هنا البروجيكشن على قطع الفلاجلهم تكون فقط في قطع الفلاجلهم الأخيرة غالبا وتكون قصيرة مو مثل البروجيكشن تكون قصير وحاد بحث تظهر بمنظهر المشط لذلك تسمى باللامسة المشطية سريت أنتنة يعني خنافس فرق علوز خنافس فرق علوز كليك بيتلز بما أنها بيتلز إذن طبعا هذه الكليك بيتلز يرقاتها تصيب درنات البطاطا آفات خطيرة آفات زراعية خطيرة تصيب درنات البطاطا يرقات مالتها الكاملات تسمى بخنافس فرق علوز طبعا رح نتحدث عنها في وقت لاحق إذن بما أنها خنافس إذن هي كوليوكترا ديبترا آوردا كوليوكترا بنوع الأخير من أنواع القرونيستشعار اللي هي ستيشياءس أنتنة نسميها اللامسة الشعرية ستيشياءس أنتنة لامسة شعرية لكونها هذا برسل لايك شيب يعني تشبه الشعرة تشبه الشوكة البسيطة أو تشبه الشعرة أو الشويكة واضح؟ لحظوها قطع الفلاجلومير تستدق عند النهاية القطع الفلاجلوميري يقل 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 إلى أن تستدق القطع النهائية فتصبح اللامسة أساسا بشكل منبر الشعرة المثال الموجود عندكم هي الأودوناتا الرعاشات أودوناتا من ضمنها الدراجون فلاي والدمس الفلاي تحدثنا قلنا الرعاش الصغير والرعاش الكبير الدراجون فلاي والدمس الفلاي اللي هو رتبة الأودوناتا وأيضاً رح نأخذ الصصر الأمريكي بير بلانيتا أمريكانا أيضاً مثال واضح جداً على هذا النوع من أنواع قرون استشعار الوسيتيشيس أنتنة إذن تحدثنا عن قرون استشعار أنواعها The Types of Antenna أخذنا كل نوع من هذا الأنواع واخذنا الإكزامبل مهم جداً تحفظ النوع وتحفظ شون صار من تحور وتحفظ الإكزامبل مالتب هذا بالنسبة للقرون استشعار أيضاً رح نأخذ أنهينا بذلك أنهينا منطقة الرأس في الحشرات نيجي إلى المنطقة الثانية من مناطق الجسم بالنسبة للحشرات هي منطقة الصدر ينسميها Thorax هذه منطقة الصدر تحدثنا عن رأس وأنهينا بس نيجي إلى منطقة الصدر رح نأخذ الصدر كمنطقة مع أجزاء ورح نأخذ الأبيندي جسمالتا اللي هو الملحقات من أجنحة ويمس من أرجل واضح؟ نأخذ منطقة الصدر منطقة الصدر في الحشرات أساساً غالبية الحشرات تمتلك ثلاثة حلقات صدرية ثلاثة حلقات صدرية الحلقة الصدرية الأولى نسميها Prothorax الحلقة الصدرية الثانية اسمها Mesothorax الحلقة الصدرية الثالثة اسمها Metathorax واضحة؟ إذن كل الحشرات تمتلك ثلاثة حلقات صدرية طبعاً قد تندمج في بعض الحشرات ومنشاهد البروثوركس وقد لا موجودة واضحة في بعض الآخر إذن المنطقة الصدر الثوركس أساساً يتكون جنة بالحشرات من ثلاثة حلقات صدرية بروثوركس، ميزوثوركس، والميتاثوركس واضح؟ واضح كل حلقة جسمية مو فقط في منطقة الصدر أيضاً في منطقة البطن كل حلقة جسمية تتكون من أو تغطيها ثلاثة صفائح مهمة جداً الصفيحة التي تغطيها من الجهة الظهرية أسميها Tear Gun في منطقة البطن أسميها Noton في منطقة الصدر هذه شن هي الصفيحة الظهرية لأي حلقة جسمية في البطن أسميها Tear Gun في الصدر أسميها Noton واضحة الفكرة؟ واضحة النقطة؟ النقطة بأن الصفيحة الظهرية التي تغطي الحلقة أي حلقة، أي حلقة جسمية صفيحتها الظهرية اسمها Tear Gun للبطن لحلقات البطن وNoton لحلقات الصدر إذن نقدر في منطقة الصدر نسميها بمسمياتها؟ يعني شو بمسمياتها؟ يعني الصفيحة الظهرية للحلقة الصدرية الأولى الحلقة الصدرية الأولى مو اسمها Brothorix إذن صفيحتها الظهرية اسمها Pronotum مو صحيح؟ الحلقة الصدرية الثانية اسمها Mesothorix صفيحتها الظهرية نسميها Mesonotum الحلقة الصدرية الثالثة اسمها ميتاثوريكس صفيحتها الظهرية نسميها الميتانوتم واضحة؟ واضحة برو نوتم ميزو نوتم والميتانوتم واضحة الفكرة؟ إذن نقدر نميز ما بين البرو نوتم وبرو ثوريكس الميزو نوتم والميزو ثوريكس الميتانوتم والميتاثوريكس النوتم يعني كصفيحة الثوريكس كحلقة يعني حلقة صدرية يعني البرو نوتام هي عبارة عن الصفيحة الظهرية للحلقة الصدرية الأولى البرو ثوريكس هو الحلقة الصدرية الأولى وهكذا بالنسبة للثانية والثالثة إذن ما نفرق ما بين البرو نوتام وبرو ثوريكس ميزو نوتام والميزو ثوريكس نجي قلنا كل حلقة جسمية صفيحة ظهرية سميناها نوتام بالصدر وتيرقام بالبطن صفيحتان جانبيتان بليورون نسميها صفيحتان جانبيتان تغطي من الجانبين للحلقة لأي حلقة جسمية وصفيحة قصية من الأسفل نسميها ستيرن صفيحة من الأسفل نسميها ستيرن إذن عندنا كل حلقة جسمية بيها مغطاة بتيرقام أو نوتام من الجهة الضهرية بليرون من الجهة الجانبية وستيرنام من الجهة البطنية أو القصية واضحة واضحة عسا نجي إلى منطقة الصدر البي برو ثوريكس ميزو ثوريكس والميتا ثوريكس عرفنا بأن أكوبي يعني برو نوتام صفيحة بهرية للحلقة الصدرية الأولى ميزو نوتام صفيحة بهرية للحلقة الصدرية الثانية والميتا نوتام ميتا نوتام ميتا نوتام هاي اللي هي الصفيحة الظهرية للحلقة الصدرية الثالثة أوكي طبعا المشكلة بأنه بالحلقة الصدرية الثانية والثالثة الثانية والثالثة النوتام مو عبارة عن صفيحة واحدة مفردة لا مقسمة ومجزأة واضح هذا من سوق حفظ مجزأة مجزأة إلى تتجزها إلى منطقتين منطقة نسميها ELINOTEM الصدر الجناحي ومنطقة اسمها POST NOTEM إذن ELINOTEM والPOST NOTEM للحلقة الثانية وأكو ELINOTEM والPOST NOTEM للحلقة الثالثة لصفيحة الذهرية للحلقة الثالثة واضحة الفكرة الأولى لا مجرد PRONOTEM ماكو بيها التفاصيل بالحلقة الصدرية الثانية والثالثة الصفائح الظهرية تكون بشكل الينوتم مقسمة إلى الينوتم والبوست نوتم نقدر نسميها هاي نسميها الميزو الينوتم هاي نسميها الميزو بوست نوتم إذن هاي شي اسمها الثانية الوراها اللي هي هذي هذي اسمها ميتا الينوتم والميتا بوست نوتم واضح واضح الفكرة هذه رح ناخذها بالتفصيل بالعملية ربما تترسخ عندكم اكثر واضحة زين قلنا الالينوتام المشكلة بالالينوتام مجلسة الى ثلاثة مناطق اللي هي بريسيكيوتام مقدم الدرع سيكيوتام درع والسيكيوتلم الدرع يعني كل واحدة من الميزوالينوتام والميتاالينوتام مقسمة الى بريسيكيوتام سيكيوتام وسيكيوتلم وكل واحدة نستخدم منها البادئ يعني شون البادئ يعني اذا دريد نوصف الالينوتام مالحلقة الصدرية الثانية يعني الميزاالينوتام هذه اسميها ميزو بريسيكيوتام ميزو سيكيوتام والميزو سيكيوتلم نفس الشي بالنسبة للحلقة الصدرية الثالثة بالنسبة يعني الميتاالينوتام لهنا هذا يعني اسميه ميتا بريسيكيوتام هذا مثل ما قلت لكم رح تترسخ أكثر من رح نأخذها بالجزء العملي رح ندرس الجزء العملي الصفائح الجانبية أيضا مقسمة إلى صفيحتين صفيحة تسمى إبيستيرنا فوق القص هذا إبيستيرنا وصفيحة أخرى إبيميرون هنا الحلقات الصدرية الثلاثة كلها بيها إبيستيرنا إبيستيرنا وكل واحدة اسمها باسم البادئ يعني شنو يعني هذا مو البروثوريكس هذا البرو إبيستيرنا والبرو إبيميرون هذا الميزة إبيستيرنا والميزة والميزة إبيميرون هذا الميتا إبيستيرنا والميتا إبيميرون ومثل ما قلت لكم هاي رح نأخذها بالتفصيل ورح نأخذ أيضا تفاصيل تقسيم الستيرنم أيضا رح تتقسم بشكل واضح وكبير رح ناخذ الأرجل ربما رح نترك رح ناخذ الأرجل نتحدث عن الأرجل في الحشرات الأرجل هذا الملحق يعني رح ناخذ ملحق من ملحقات الصدر الأرجل أساسا في الحشرات متنوعة ومتعددة ووظائفها مختلفة مثل ما رح نشاهد مو فقط لغرب المشي هناك حشرات تستخدم لغرب الأرجل مالتها لغرب الصباحة لغرب القانص مثل ما رح نشاهد واضح إذن عندنا زوجين من الملحقات لكل حلقة صدرية زوجين من الملحقات ما عدا الحلقة الصدرية الأولى بها فقط زوج واحد من الملحقات اللي هي الأرجل ما بيها أجنحة الحلقة الصدرية الأولى الحلقة الصدرية الأولى ملفقاتها من هذا تشوفون غير تكون غير مقسمة غير مقسمة بشكل كبير مثل باقي الحلقتين الصدريتين ترتبط فيها فقط زوج من الأرجل ما ترتبط بها زوج من الأجنحة لذلك أقل تحقيداً الأرجل أساساً في الحشرات كأنها متنوعة طبعاً إذا نشوف توزيع الأرجل في الحشرات يوجد زوج على كل حلقة صدرية يوجد زوج من الأرجل زين الأرجل عندنا الأرجل في الحشرات تتكون من من الأجزاء الآتية تتكون من الكوكزة الحرقفة التروكانتر المدور والفيمر الفخف تيبيا القصبة وأخيراً التارسلز هذه هي مكونات أو مناطق الأرجل كوكزة هذه هي الكوكزة البنبسجي اللون بنبسجي هذه منطقة التمفصل مع الصدر مع الحلقة الصدرية هذا الجزء هذا الجزء يدخل بداخل الحلقة الصدرية اللي هو الكوكزة التروكانتر المدور اللي هي يربط بينها وبين الكوكزة والجزء الورا التروكانتر المدور اللي هو الفيمر الفخذ هذا الفيمر هذا غالباً يكون متطاول في بعض الأحيان يكون قصير طبعاً قل لما من الحشرات يكون قصير هي غالبية تكون متطاول الفيمر التيبيا تكون بشكل اللي هي القصبة تكون هذه المتطاولة هي التيبيا وغالباً تكون بي عليها أشواك وشعيرات منطقة التارسز هي الجزء الأخير منطقة التارسز الجزء الأخير عبارة عن عدد من الحلقات تختلف باختلاف نوع الحشرة هذه عدد الحلقات في التارسز الرسخ إذن هذه هي أجزاء الرجل كوكزة حرقفة تروكانتر مدور في المرفخ تيبيا قصبة وتارسز اللي هي الرسخ هذه المكونات أو أجزاء الأرجل طبعاً الجزء الأخير سمينا تارسز كل ما يقع بعد التارسز أسميه البريتارسز يعني هذا تابع ملحق ما ملحقات الأرجل أسميه بريتارسز بريتارسز واضح؟ هذا البريتارسز في الحشرات متنوع ممكن أن يكون عدة أشكال مثل ما رح ندرسها واضح؟ وكل نوع من الحشرات تمتلك هذا التحور في هذا البريتارسز سمينا البريتارسز إما أن يكون بشكل أنقاس أنقاس اللي هو زوج من الكلوب زوج من المخالب pair of clothes يعني زوج من المخالب الأنقص واضح؟ إذن ممكن أن يكون أنقص البريتارسيس ممكن عرفنا شنو معناتها أنقص هي يجي كدفينيشن تعاريف طبعاً أو يجي كتعداد list down the bretarses in the legs of insects تفكر لي هذا النهي الأربعة إذن الأنقص هو pair of clothes يعني زوج من المخالب الأروليوم 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 اللي هو عبارة عن a loop or adhesive pod between the clothes يعني عبارة عن فص أو فص يعني أدهسف قابل الالتصاق pod أدهسف pod يعني عبارة عن فص قابل الالتصاق between between the clothes ما بين المخالب إذن أروليوم 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 عبارة عن loop فص أو يكون بشكل الإمبوديوم إمبوديوم عبارة عن a large bristles يعني عبارة عن شوكة كبيرة large bristles or a large loop أيضا between the clothes إذن أكو فرق ما بين الأروليوم والإمبوديوم أروليوم عبارة عن loop أو أدهسف pod between the clothes الإمبوديوم عبارة عن a large bristles or a large loop واضح؟ وأخيراً ممكن أن يكون البريتارسلز عبارة عن بلفل بلفل عبارة عن bear of أدهسف pod مجموعة من الأزواج من وسائد الالتصاق واضح؟ اللي هي البلفل يسميها البلفل إذن هذه الأربعة الأشكال الأربعة الممكن أن تتواجد عليها البريتارسلز البريتارسلز قلنا عبارة عن all terminal segment of the tarsis ننهي محابقنا والسبوع القادم الشارضة رح نأخذ الموديفكيشن of insect's legs التحورات التي ممكن أن تحدث في أرجل الحشرات الأرجل الحشرات مثل ما قبت لكم متنوعة ومتعددة الأغراب ممكن أن تستخدم للسباح للقفز للصيد وهكذا مثل ما رح نتعرف لأسبوع القادم وشكراً لكم موعدنا إن شاء الله بالGoogle Meeting إن شاء الله